السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب اليوم غادي نحضر معكم ثلاث تحليات رمضانية سريعة تحضير ممكن تحضروها في آخر لحظة بمكونات موجودة في كل بيت إلي عجبكم فيديو دي اليوم ما تنسوش خليوا لايك وتبرتجوا مع أصدقائكم لتعم الفائدة لتحضير التحليات الأولى نحتاج للأوريو خمس علب من الأوريو ما يعادي لعشرين حبة نتحليها كجيل ديدة بالساف ما تشبعوش منها سريعة تحضير ممكن تحضروها في آخر لحظة من بعد نطحن هذا الأوريو في المطحنة هذا هو الشكل اللي حصلت عليه كيف كتشوفو نضيف عليه أربع ملايق كبيرة من الزبدة المذابة ونعود نطحنه مرة أخرى هذا هو الشكل ديالو نحتاج الكاسات اللي غدي نحضر فيها التحلية كل كاس نعمل فيه ملعقة كبيرة من الأوريو المطحون من بعد نضغط عليه بكاس نضغط على الطبقة ديالو نضغط على طبقة مستوية نضغط على طبقة مستوية ثلاث ملايق كبيرة من السكر السكر كيبقى حسب الرغبة ممكن تضيفه أكثر ممكن أقل نضيف ملعقتين كبيرتين من الدقيق الأبيض ملعقتين كبيرتين من الناشا أو ميزنا نضيف ملعقة كبيرة من بودرة الكاسترد أو الكريم باتي سياغ نحرك المكونات جيدا على البارد هذا المرحلة مهمة جدا قبل ما نوضع الإناء على النار من بعد نوضع الإناء على نار متوسطة مع التحريك المستمر سنحصل على خليط كريمي على هات الشكل هذا نضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا أو السكر الفاني ونحرك الكل جيدا من بعد نضيف علبة من القشطة لوزنها 75 جرام القشطة ستعطي قوام هائل لهذا الكريمة ممكن تستغنو عليها لما كانت مسوفرة عندكم حركت المكونات جيدا من بعد نقسم هذا الخليط إلى نصفين النصف سيبقى بنكهة الفاني والنصف الثاني سنضيف له الأوريول اللي يبقى عنديه مطحون نضيف ملعقتين من الأوريول مطحون ونخلط المكونات نحاول أنني ما نخلطش جيدا أنا بغيت هذوك الحبيباتي دي الأوريول بقوبينين نضيف ملعقة أخرى من الأوريول مطحون تقريبا الكمية اللي كانت عندي كلها ضفتها هذا هو القوام دي الكريمة من بعد ما ضفت لها الأوريول مطحون كيف كتشوفوا من بعد مباشرة غتيندوز نصبها في الكسات على شكل طبقة ثانية كيف كتشوفوا هذيك حبيبات الأوريول بقى سبينة نستمر حتى نصب هذي الطبقة الثانية في الكسات كاملين من بعد نخلي هذي الطبقة الثانية حتى تتماسك عاد نضيف لها الطبقة الثالثة من بعد ما تتماسكة الطبقة الثانية نضيف طبقة الثالثة دي الكريمة اللي بنك هذي الفاني نملأ الكسات كاملين وضع فيهم طبقة الثالثة من بعد ندخل هذي الكسات اللي تتلعجة حتى تتماسك الطبقة الثالثة ونضوز باش نحضر معكم الطبقة الرابعة أو الكناج نحتاج فيه 200 جرام الكريمة السائلة نضيف عليها 200 جرام من الشوكولاتة السوداء ونضيف بهم في الميكرويف من بعد ما تتماسك الطبقة الثالثة نضيف الطبقة الرابعة أو الكناج أنا عملت الكريمة السائلة مع الشوكولاتة دوبت مغير في الميكرويف ممكن تعملوا الشوكولاتة مع الكريمة دوبوهم على النار ممكن نتعودوا الكريمة السائلة اللي لم كانش متوفرها عندكم بالقليل من الحليب هذا هو الشكل ديال الكاسات ممكن تقدموهم على هات الشكل هذا بدون تزيين لكن أنا غدي نزيينهم كل كاس غدي نزيينو بنسب حبة من الأوريو على هات الشكل هذا كيف كتشوفو من بعد نزيين الكاسات ندخلهم التلاجة بردو نخرجهم التلاجة حتى نريد أن نقدمهم نقدمهم بردين ندخل الكاسات للتلاجة ونعود نرجع معكم عند التقديم هذا هو الشكل النهائي للتحلية ديال اليوم تحلية الكاسات اللذيذة بالأوريو تحلية الطبقات كيجي لديدة بثاف متشبعوش منها كيجي الشكل جميل جدا والمداقية سلام ممكن تحضروها في آخر لحظة سريعة تحضير هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوفو عن قرب هدي نهز منها الطرف بشتشوفو الشكل كيف عامل من الداخل هذا هو الشكل دياله كيف كتشوفو أنا هزيت ثلاث طبقات من أسهل وألد تحليات اللي جربت لتحضير التحلية الثانية نحتاج القوالب اللي غدي نحضر فيه الكاك أنا خسرت نوعين من القوالب كيف كتشوفو ممكن تستعملوا أي قالب متوفر عندكم سواء قوالب فردية أو قالب كبير نذهل القوالب بالقليل من الزيت من بعد مضهنت القوالب ندوز بش نحضر معكم الكاراميل نحتاج كوب من السكر ما يعدل 200 جرام نضيف عليه ملعقتين كبيرتين من الماء ونخليه على نار خفيفة حتى نحصل على كاراميل ما غديش نحرك في الأول حتى نحصل على كاراميل أنا ضفت ملعقتين كبيرتين من الماء باش نحصل على كاراميل يكون اللون ديالو فاتح ما يكونش اللون غامق من بعد ما جهز الكاراميل غدي نصبوه في القوالب كيف كتشوفو القليل فقط في القاعدة ونحاول أنني نحرك القوالب على هات الشكل هذا كيف كتشوفو غدي نوضع القوالب جانبا وندوز باش نحضر معكم الطبقة التانية طبقات الكريم كاراميل نحتاج نصف لتر من الحليب السائل نضيف عليه علبتين من بودرة الكريم كاراميل أنا ما غنضيفش السكر لأن هاد البودرة الكريم كاراميل فيها السكر نضيف الفانيليا أو السكر الفاني ما يعادل 7.5 جرام نحرك المكونات جيداً على البارد قبل ما نوضع الإناء على النار من بعد نوضع الإناء على نار متوسطة حتى يوصل هاد الخليط لدرجة الغليان كيف كتشوفو من بعد نزوله من على النار مباشرة نصبه في القوالب على شكل طبقة تانية حتى نوصل النصف ديال القالب كيف كتشوفو نخلي المكان اللي غدي نوضع فيه الكيك نوضع القوالب جانباً حتى تتماسك طبقة الكريم كاراميل أنا ما غنضخلوش للتلاجة غنخليه يتماسك على درجة حرارات المطبخ نحضر معكم الكيك نحتاج له نصف كوب من السكر بيضة واحدة السكر الفاني أو الفانيليا 7.5 جرام أو ملعقة صغيرة نصف كوب من الحليب السائل نصف كوب من الزيت رشة ملح لتحسين الضوق نخلط المكونات جيداً طراب يدوي حتى تندمج المكونات كلها من بعد نضيف الطحين كوب من الطحين ما يعادل 20 جرام خميرة الحلويات أو بيكين بودر ما يعادل 8 جرام نضيف ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو وننخل هاد المكونات أو نغرب لها من بعد نخلط المكونات جيداً بالطراب يدوي حتى نحصل إلى خالط على هات الشكل هذا كيكون خفيف نوعاً ما ما كيكونش تشغيل مباشرةً غادي نصبوه على شكل طبقة ثالثة من بعد ما تماسكت طبقات الكريم كراميل أنا أخليتها فقط في المطبخ ما وضعتها شفت اللاجة كيف شفتوا أنا ضفت كيسين من بودرة الكريم كراميل يعني بسرعة غادي تماسك من الصمر حتى نضيف خالط الكاك في القواليب كاملة التحلية كتجي لديدة بزاف ممكن تناولوها في بعض الفطور أو تناولوها في الصحور كتجي زوينة بزاف ما تشبعوش منها كيف شفتوا الطريقة سهلة بسيطة وصفة اقتصادية في متناول جميع صفي من بعد ما عمرت القواليب كاملين وضعتهم في الصينية لغا تدخل الفرن وغادي نضيف ماء مغلي في الصينية حتى نوصل للنصف دي الصينية الفرن ساخن على درجة حرار 180 ندخل الكاك للفرن لمدة 20 دقيقة هذا هو الشكل ديالهم بعد ما طلعتهم الفرن نخلي القواليب حتى تبرد ونعود ندخلها لتلاجة لمدة ساعتين ونعود نرجع معكم عند التقديم قبل ما كنقلب هاد القواليب في صاحن تقديم كنصب ماء مغلي في الصينية باش يسهل عليها انني نقلب هاد القواليب بكل سهولة هذا هو الشكل النهائي ديال تحلية ديال اليوم تحلية الكريم كاراميل او ميني كاك الكريم كاراميل كتجي لديده بزاف سريعة تحضير وصفة سهلة اقتصادية في متناول جميع كيجي الشكل دياله جميل جدا سريعة تحضير ممكن تحضروها في اخر لحظة ممكن تحضروها للفطور او الصحور كيجي زوينة بزاف وهذا هو الشكل تاني ديال القالب التاني كيف كتشوفو حتى هو كيجي الشكل دياله جميل نقطع لكم قطعة باش تشوفو الشكل ديال الميني كاك كيف جميل داخل كيجي لديده بزاف متشبعوش منها بمكونة بسيطة في متناول جميع هذا هو الشكل دياله كيف كتشوفو من الداخل كيجي الشكل زوين بزاف لتحضير التحلية الثالثة نحتاج 700 ملي من الحليب السائل نضيف عليه ملعقتين كبيرتين من الدقيق الابيض ملعقتين كبيرتين من النشا او مازينة ثلاث ملاعق كبيرة من السكر السكر كيبقى حسب الرغبة ممكن تضيفه اكتر ممكن اقل نحرك المكونة جيدا على البارد هذه المرحلة مهمة جدا قبل ما نوضع الإناء على النار نوضع الإناء على نار متوسطة مع التحريك المستمر سنحصل على خالط كريمية لهذا الشكل هذا في هاد الأتناء نضيف علبة قشطة الوزن تيالها 125 ملي القشطة كتعطي قوام هائل لهذا الكريمة ممكن تصغنوا عليهاي لما كانش متوفرة عندكم نحرك المكونة جيدا من بعد نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة الزبدة كتعطي لماعين لهذا الكريمة نحرك المكونات حسب الزبدة من بعد نزول الإناء من على النار ونضوز باش نشوفوا المرحلة الموالية في هاد المرحلة نحتاج كاسات اللي غادي نعمل فيهم تحلية نصب الخالط على شكل طبقة أولى نحاول أنني ما نعمرش الكاس نخلي في النعمل الطبقة الثانية نوضع الكاسات في التلاجة حتى تتماسك الطبقة الأولى ونضوز باش نحضر الطبقة الثانية أو الكراميل خديت مقلات ووضعتها على نار خفيفة ضفت لها كوب من السكر الوزن دي الكوب 200 جرام لازم النار ما تكون خفيفة ما غاديش نحرك السكر غادي نخلي حتى نحصل على كراميل على هاد شكل هذا كيف كتشوفوا والنار ضروري يتكون خفيفة باش ما نحصلوش على الكراميل اللون دي يكون غامق احنا بغاينا اللون يكون فاتح على هاد شكل هذا من بعد نضيف كوب من الماء الساخن نفس الكوب اللي وزنت به السكر هو اللي وزنت به الماء نضيف الماء بشكل تدريجي في الأول مني غادي نضيفه الماء غادي تحجر لنا الكراميل لكن ما نخافوش منه لأنه من بعد ما نحركه ما غاديش يبقى محجر نضيف كوب آخر من الماء اللي وضعت معاه ملعقتين كبيرتين من النشا أو مازينة نضيفه بشكل تدريجي مع التحريك حتى نحصل على الكراميل اللي كيكون شوية تقيل هذا هو القوام دياله كيف كتشوفو نزول الإناء من على النار ونعود نرجع معكم من بعد ما تمسكت الطبقة الأولى دي الكريمة نضيف طبقة الثانية دي الكراميل طبقة تكون خفيفة نكمل كاسات كاملين نوضع فيهم الكراميل على شكل طبقة ثانية وندخلهم للتلاجة يبردوا حتى نبغي نقدمهم بعد نطلعهم من التلاجة قبل التقديم سنزينهم بالفستق أو البستج تزين كيبقى اختياري حسب الرغبة ممكن تقدمهم بدون تزين كيبقى الشكل ديالهم جميل هذا هو الشكل النهائي للتحلية ديال اليوم تحلية الكاسات اللذيذة بمكونات متواجدة في كل بيت شكل جميل وراقي والمداقية سلام تحلية سريعة تحضير ممكن تحضرها في آخر لحظة تحلية بدون بيض بدون فلان بدون كريم شانتي بدون كريم باتي سياخ إلا عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسونيش من تعليق ديالكم الجميلة من اللايكات ديالكم واسبارتاجيوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله